اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن مرحلة مقابل السكر او بري ديابيتس مرحلة مقابل السكر معناها ان عيال السكر بتاعه مرتفع لكن مش لدرجة ان احنا نقول انه اصبح مريض سكر مرتفع عن الطبيعي لكن مش لدرجة ان هو يبقى مريض سكر زي ما نعرف بعد كده في التشخيص الارقام بالزبط وده موضوع مهم جدا برغم ان المريض غالبا مش هيكون عنده اي اعراض مهم جدا انك لو اكتشفت المريض ده تتعامل معاه زي ما هنقول عشان نحاول نمنعه انه يدخل ويبقى مريض سكر بعد كده او على الاقل نأجل الموضوع ده لفترات طويلة جدا جدا ونبعده عن مرض السكر وعن مشاكل مرض السكر وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو بص يا عم احنا عارفين ان السكر الطبيعي المفروض الصايم يكون اقل من 100 الفاتر يكون اقل من 140 السكر التراقومي يكون اقل من 75 من 10 ده الطبيعي بتاع اي شخص طبيعي اما الشخص اللي عنده سكر بيكون الصايم بتاعه 126 او اكتر من كده او يكون الفاتر بتاعه اللي هو بعد الاكل بساعتين يكون 200 او اكتر من كده يكون التراقومي بتاعه 6 ونص او اكتر من كده طيب عندنا مرحلة في النص بين الطبيعي وبين مريض السكر المرحلة دي هي اللي بنقول عليها مرحلة ما قبل السكر او البريديبيتس يعني صايم من 100 ل126 او الفاتر يكون من 140 ل200 او التراقومي من 5 و7 من 10 ل6 ونص المرحلة دي مرحلة ما قبل السكر ودي مرحلة مهمة لو اكتشفت عيان فيها زي ما هنعرف دلوقتي نعمل معا ايه العيان اللي هو في مرحلة ما قبل السكر غالبا غالبا مش هيكون عنده اعراض اصلا اذا كان مريض السكر نفسه في احيان كتيرة هيكون مش عنده اعراض فما بالك اللي هو في مرحلة ما قبل السكر وغالبا بنكتشفهم بالصدفة يعني مثلا عيان رايح يعمل عملية فبيعمل تحليل دورية فلقى نفسه في مرحلة ما قبل السكر أو حاجة زي المبادرة الرئاسية اللي بيحلله سكر للناس كلها اكتشفوا ناس كتير في مرحلة ما قبل السكر وهم ما يعرفوش طبعا لكن مين هم الناس اللي انت تدور عليهم أصلا وتشوف إذا كان عندهم سكر أو مرحلة ما قبل السكر مين هم الناس دي إذا كان في عندك مريض أوبيز يعني تخين وزنه زيادة أو سنه أكتر من 45 سنة أي حد عدى 45 سنة نعمل له تحليل سكر أو لو فيه تاريخ مرضي في العائلة لمرض السكر لو العيان عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم المزمن لأن الضغط والسكر دول مراضين متلازمين كده يعني الضغط جي الأول توقع السكر في المستقبل أو السكر جي الأول بتتوقع الضغط في المستقبل وهكذا لو عندك عيان مش بيتحرك حياته كلها وهو قاعد قاعد في مكتب مش بيتحرك أو تخين فمش بيتحرك عشان وزنه أو عنده مشكلة فمش بيتحرك برضو ندور عليه عيانة كان جالها سكر حاملة قبل كده لما كانت حامل أو عيانة ولد الطفل وزنه أربعة كيلو أو أكتر كمان لو عيانة عندها تكييسات على المبايت المفروض برضو ندور على السكر معاها أو لو لقيت المريض عنده سواد في الرقبة بتاعته العلامة دي اسمها أكنثوس نيجريكنس ودي أحد العلامات اللي بتقول فيه مقاومة للإنسلين والشخص ده ممكن يكون عنده سكر أو مرحلة ما قبل السكر لو اكتشفت شخص عندك أنه عنده مرحلة ما قبل السكر بتعالجه ازاي أو بتتعامل معه ازاي الحقيقة أن العلاج بتاعه رقم واحد هو تغيير أو ضبط نمط الحياة بالنسبة لهذا الشخص يعني رقم واحد إذا كان وزنه زيادة لازم ينزل وزنه دي حاجة مهمة تشجعه على كده وممكن يتابع مع حد مختص في النقطة دي وتابع معه الوزن بتاعه لحد ما ينزل للوزن الطبيعي بتاعه تاني حاجة أو أنه لازم يتحرك ويعمل رياضة لازم نبعد شوية عن العربية مش كل مشوارنا بعربية مش كل حاجة بالمواصلات لو في مشوار صغير نقدر نتمشاه يبقى نتمشى شوية لو هنطلع مثلا مبنى في دور واحد نطلع على السلم بلاش الأسنصير نزود الحركة شوية ويفضل ان احنا نعمل تمارين زي المشي السريع المشي بخطوة سريعة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع بنقسمهم على الأيام طبعا يعني تقريبا كده كل يوم نص ساعة مشي بخطوة سريعة لمدة 5 ديام في الأسبوع بشرط ما يعديش يومين وراء بعد من غير مشي أو من غير رياضة تالت حاجة نصبة الأكل والطعام بتاع العيان ده طبعا نبتعد عن أي عصائر محلاب السكر ونبتعد عن الحلويات ونبتعد عن أي حاجة فيها سكر تقريبا على فكرة السكر والملح بيقولوا عليهم أصلا سموم بيضة السكر والملح المفروض نبتعد عنهم أصلا ونخلي الأكل بتاعنا في خضار كتير ألياف خضار وفكهة والحبوب الكاملة والبقليات نخلي ربع الوجبة بروتين والربع التاني ممكن كربوهيدريتس زي العيش مثلا ونبعد عن الدهون في الطعام بتاعنا ونقلل كمية السعارات الحرارية عموما عشان كمان نقلل الوزن بتاعنا رابع نقطة إن احنا نوقف تدخين أو كحليات لو بنشرب حاجة من دي نوقفها خامس حاجة إن احنا نبعد عن الضغط العصبي حاول بقدر الإمكان تخلي المريض بتاعك هادي ونشوف إيه عوامل العصبية وإيه عوامل الضغط النفسي عنده ونحاول نخففها على قد ما نقدر طبعا سادس نقطة إن احنا نعالج الضغط لو هو مريض ضغط دي حاجة ضرورية طبعا وكمان نعالج الدهون إذا كان المريض بتاعنا عنده ارتفاع في الكوليسترول أو في الدهون الضارة الخطوة التانية في العلاج هي الأدوية وهنا الدواء المفضل والأحسن هو المتفورمن أو السيدوفاج يعني ده كويس جدا جدا في مرحلة ما قبل السكر خصوصا لو كان العيان بتاعنا وزنه زيادة وخصوصا لو فيه تكييسات على المبايد بس طبعا لازم تحت إشراف طبي لإن لو فيه مشكلة مثلا في وظائف الكلا ما ينفعش ناخد سيدوفاج أو متفورمن لو إحنا داخلين عملية مثلا ما ينفعش ناخد سيدوفاج وهكذا لكن في معظم الأحوال بيكون مفيد جدا جدا لكن لازم تحت إشراف طبي يبقى كده علاج المريض بتاعك إن انت هتزبط نمط حياته النقط اللي قلنا عليها وممكن تديله سيدوفاج زي ما قلنا وبعد كده تتابع بقى مستوية السكر بتاعه الكتب أو الجايد لاينز بتقول إن إحنا نتابع اللي عنده مرحلة ما قبل السكر كل سنة لكن في الواقع إحنا بنتابع أقرب من كده يعني مش بنستنى سنة مثلا عن نفسي ممكن أخليه كل 6 شهور يعمل تحليل سكر صاي مفاطر وتراكمي لاكتشاف أي ارتفاع في السكر إذا حصل بس كده وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم